التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبلة عزيز العلاقات الثنائية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكد خلال الاتصال ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة وحرصهما على توسع أفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع روابط الأخوية بين الشعبين وقد أكد رئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة السومال الشقيق على أراضيه ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية كما أكد المتحدث باسم رئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بما ينعكس إيجابا على القرن الأفريقي وشعوبه وشدد على رفض أي إجراءات أحاذية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان ومنح الرئيس السيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس هذا وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقا للدستور والقانون ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصود مصالح الوطن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش دمرت بنجاح قاربين مسيرين تابعين لقوات الحوث اليمنية في البحر الأحمر وموقع رادار تابع للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرتها باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فتحت مراكز الاقتراف الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة الإيرانية وسط تصاعد التوترات الإقليمية يأتي ذلك بعدما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية أربعين بالمئة في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لإبراهيم رئيسي بعد وفاته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من خمسين بالمئة من مجموع الأصوات الصحيحة وإذا لم يحدث ذلك يخوض أكثر من مرشحين اثنين فوزا بالأصوات جولة إعادة بعد أسبوع أقر الرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بهزيمته في الانتخابات العامة جاء ذلك بعد فوز كيرستارمر زعيم حزب العمال في الانتخابات التي أغريات الخميس ليصبح رئيسا لوزراء بريطانيا وفي السياق ذاته قال سوناك أنه سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف من جهته أكد زعيم حزب العمال البريطاني كيرستارمر أن بريطانيا جاهزة الآن للتغيير وأنه حان وقت حزب العمال لتولي التنفيذ تعهد رئيس الأمريكي جو بايدن بالاستمرار في الترشح لانتخابات الرئاسة رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي وخلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض شدد بايدن على أنه لن يذهب إلى أي مكان وأقر بايدن مجددا بأنه كان سيئا خلال مناظرته مع دونالد ترامب قبل أسبوع لكنه أكد أن هذه المناظرة لا تمحو ما فعله خلال ثلاث سنوات ونصف سنة ويواجه الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر قال حاكم منطقة أدسا بجنوب أوكرانيا إنه جوما صاروخيا روسيا أصفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة وذكر الحاكم أن مرافق الميناء ومبانيه الإدارية وغيرها تعرضت لأضرار انتهى مجزو التاسي عاما